طبيب العرب الحارث ابن كلدة الذي كان يقول المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء المعدة بيت الداء أي كثرة الطعام وأكل الأشياء التي لا تنفع وامتلاء المعدة والتعود على ملء المعدة هذا سبب من أسباب كثير من الأمراض والحمية اللي هي قلة الطعام العلماء يقولون في فارق بين الحمية والحمية الحمية اللي هي التعصب إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية لكن الحمية قلة الطعام وأن لا يأخذ الإنسان من الطعام إلا ما يحتاجه الجسد المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء كلمة حكيمة نحتاج أن نقف معها وقفة وكان مالك بن دينار عليه رحمة الله تعالى أوصى رجلا في مجلس وكان في هذا المجلس محمد بن واسع ومالك بن دينار ومحمد بن واسع كلاهما من كبار الصالحين في سلف هذه الأمة فأوصى مالك بن دينار الرجل السائل قائلا لا تبيتن وأنت شبعان وداع الطعام وأنت تشتهي فقال الرجل هذه وصية أطباء أهل الدنيا فقال محمد بن واسع ووصية أهل طريق الآخرة فقال مالك بن دينار بخ بخ وصية للدين والدنيا إذن هذه الكلمات كلمات تضع منهجا حكيما في مسألة الطعام والشرب يقول له لا تبيتن وأنت شبعان يعني لا تبيتن وأنت ممتلئ البطن زياد عن الحد وداع الطعام وأنت تشتهي يعني إذا جلست لتأكل فلا تنتظر تأكل ثم تأكل ثم تأكل حتى تمتلئ البطن أو حتى تقضي حاجتك كلها من هذا الطعام لو ظللت تأكل حتى تشعر بالشبع فستأكل أكلا كثيرا جدا لكن داع الطعام وأنت تشتهي كل من الطعام حاجتك قدر ما ينفع جسمك واعلم أن الباقي سيضرك ولا ينفعك فدع الطعام وأنت تشتهي كل منه قدرا معينا ودع الباقي مع أن نفسك لسه أنها تكمل هذا الطعام دع الطعام وأنت تشتهيه الأطباء يقولوا أن الإنسان يشعر بالشبع تقريبا بعد الأكل بثلث الساعة يعني لو أكلت حتى ولو أكلي بسيط ويسير ومازلت تشعر بالجوع يقولون أنت ستشعر بالشبع بعد هذه الوجبة مثلا بربع ساعة بتلت ساعة لكن لو الإنسان ظل هذه الربع ساعة أو التلت ساعة يأكل ستمتلئ البطن امتلاءا شديدا وساعتها سيضر نفسه ضررا شديدا ولعله مستفاد هذا الكلام وهذه الحكم التي نطق بها من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على خير الدنيا وخير الآخرة دلنا على ما ينفعنا في الآخرة وينجينا من عذاب الله ويدخلنا الجنة صلى الله عليه وسلم ودلنا على ما ينفعنا في دنيانا وفي حياتنا فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم شر وعاء تملأه في هذه الدنيا البطن الوعاء ده وبشبه البطن بوعاء والوعاء ده كل ما كان فيه جزء فاضي وجزء ما الآن أنت بخير لكن لو امتلأ عن آخره هنا يأتي الشر ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن هو ممكن أنا لو مليت أوعية أخرى يكون شر ممكن يكون خير وممكن يكون شر لو ملأت الأوعية بالخير فهو خير ولو ملأتها بالحلال فهو خير لو ملأتها بالشيء النافع فهو خير لكن لو ملأتها بالشيء الحرام فهو ده الأوعية العادية غير المعدة طب لو ملأت هذه الأوعية العادية أثرة وطمع وجشع وحرص على ما في يد الناس هذا شر ولعياذ بالله لكن إلا أشر من ذلك أن تملأ هذا الوعاء الذي يسمى المعدة ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن احرص أن معدتك ما تمتلئش يعني إيه مش هناكل هو الأكل حرام أبدا ده ربنا سبحانه وتعالى يقول وكله واشربه ولا تسرفه وكله واشربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إليه ده بالنسبة للصائم يبقى إحنا مباح قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق يبقى محدش يحرم اللي ربنا أحله بالعكس ده الأكل قد يكون واجبا العلماء قالوا الأكل قد يكون واجبا عليك لو ما أكلتش هتموت يبقى لازم تأكل ولو ما أكلتش يبقى حرام عليك فلازم تأكل الأكل الذي يحسن بدنك ويصلح بدنك ويعينك على طاعة الله ويعينك على الصلاة ويعينك على السعي على رزقك ورزق أولادك لابد أن تأكل ولما تأكل الأكل إذا تحتسب فيه نية لله عز وجل الله عز وجل يعطيك ثوابا على هذا يعني حتى اللقم يضعها الإنسان في فمه له بها صدقة إذا وضعها بيمينه وسمى الله تعالى وحمد الله تعالى في آخر ذلك وكانت اللقمة حلال كل هذا يجعل الأكل نفسه عبادة مدام الإنسان يأكل ليتقوى على طاعة الله عز وجل ومدام ما بيأكلش شيء حرام لا بيأكل خنزير ولا بيشرب خمر ولا بيأكل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى ولا بيحط في بطن تدخين ولا بيحط وهكذا اجتاني بالمحرمات يكون أكلك عبادة لله عز وجل ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يجعل فيها إلا طيبا فليفعل بيقولك بعد عمر طويل نسأل الله لنا ولكم العافية وبعد الإنسان ما يدفن ويدخل إلى قبره ويغلق عليه بعدها بأيام تتغير الجسة والجسد يبدأ في التحول والتغير أول شيء بيتغير في الإنسان وبينتن منه البطن بطنه تنتن والعياذ بالله وده أول شيء بيتغير منه سنة الحياة كده وسنة الموت كده